موسيقى أسعتم صباحا متابعين الكرام أهلا بكم إلى فقرة إكستري جورنال من قناة التحرير ونستهل جولتنا بصحيفة التحرير الجزائرية التي عنونت في صفحتها الأولى رفع تجميد عن صندوق تنمية الجنوب وفي التفاصيل كشف عضو مجلس الأمة محمود قصاري عن اتخاذ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قرارا يقضي برفع التجميد عن صندوق الجنوب وأوضح عبر صفحته الفيسبوكية قائلا بعد اتصالنا بالوزير الأول حول إمكانية وضرورة رفع التجميد عن صندوق تنمية الجنوب ها هو الوزير الأول يؤكد لنا ويقرر رفع التجميد عن الصندوق ويعرب عن إلاء الجنوب كل الاهتمام من أجل تنميته وموضحا في نفس الصدد أن هذا صلب سياساته المستقبلية وأضاف أن صندوق تنمية الجنوب كان مجمدا وأن أمن الخزائن في الجنوب لا يملكون التصريح الخاص باستعمال الأموال الكبيرة الموجودة فيه بما تسبب في تجميد العديد من المشاريع التي انطلقت وتجاوزت نسبة الأشغال بها حدود ستين في المئة وهو ما أدى إلى حرمان عدد معتبر من المقاولين من تلقي مستحقتهم المالية العالقة معتبرا أن تجميد هذا الصندوق عطل التنمية في الجنوب في الجمهورية نقرأ الرئيس تابون يعزي في وفاة الشيخ بالحاج محمد بن بابا الفقيد كان من ذوي الرأي والمشورة ودراية عميقة بالدين حيث بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم فضيلة الشيخ بالحاج محمد بن بابا والأهل الأعزاء في ودي مزاب بولاية غردايا وقال الرئيس تابون في رسالة التعزية فجعنا معكم إخوان الكرام أهلنا في ودي مزاب بولاية غردايا بوفاة شيخنا الفاضل المرحوم بالحاج محمد بن بابا ذلك الأصيل من حفظة القرآن الكريم في سباه بمسقط رأسه الذي استزاد من علوم الفقه في جامع الزيتون وأجيز بشهادة الليسونس في الشريعة والقانون من جامعة تونس وتبوأ بمؤهلته العلمية ما يستحق من مكانة العلماء الأجلة إلى المساء التي عنونت صدر صفحتها المستشفيات تتنفس والمعركة مستمرة وزير الصحة يطمئن بتوفير اللقاح والعلاج اللازم وأرضفت الصحيفة وكشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيدة أمس الاثنين عن اعتماد بورتوكول صحي جديد موحط للتكيف مع متحور دلتا لفيروس كوفيد 19 وأكيدا استلاما للجزائر 9 ملايين جرعة من لقاحات أسترزينكا وسينوفاك وسبوتينيكا خلال الشهر الجاري و5 ملايين جرعة شهر سبتمبر القادم ننتقل إلى النهار الجديد إعفاء الطلبة من وثيقة الضريبة في ملف لفيروس هذا معنونته النهار في صفحتها الأولى وفي التفاصيل قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعفاء نجحين الجدد في شهادة البكالوريا دورة 2021 من تقديم شهادة عدم الخضوع للضريبة في ملف المنحة الجامعية وأوضحت الوزارة في بيال لها أمس على صفحتها الرسمية في فيسبوك بأن القرار جاء نظر للظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا وتبسيطا للإجراءات الخاصة بالخدمات الجامعية لسيما ملف المنحة الجامعية وختم بيان الوزارة بالتوضيح بأنه سيجري العمل بهذا الإجراء عند تجديد ملف المنحة حتى بالنسبة للطلبة القدمة ننهي بموقع الخبر الذي كتب موجة حر على 11 ولاية أين حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من موجة حر شديدة تجداح عدة ولايات بجنوب البلاد وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن موجة حر شديدة تجداح بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا ولاية ويرقلا الوادي التميمونة تقرد برج باجي مختار عين صالح لمنيعة لمغير أدرار تامن رست وعين قزام مع تسجيل بعض الأمطار الرعدية بالولايتين الأخيرتين وأضافت ذات المصالح أن درجات الحرارة المتوقعة بهذه المناطق قد تصل إلى 48 درجة مئوية تحت الظل بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية فقرة اليوم من عدد إكسري جورنال أطيب المناوى إلى اللقاء اشتركوا في القناة